موسيقى حالياً كملي مع جواء العيد ولكن هاي المرة عبرنا في ذات البث المباشر والزميلة نرهان أبو ربيع ومعايدي خاصة من مدينة سخنين صباح الخير يا نرهان كل عام وانتي بألف خير صباح الخير لك أمير وصباح الخير لجميع المشاهدين احنا بالرغم من هذا الشتاء والطقس البارد اللي احنا اليوم في مدينة سخنين هاي المدينة الرائعة اللي شعارها سخنين لكل الناس وإحنا كمان مش من الزمان احتفلنا معاهن في الكريسمس ماركت وفي المهرجان الفند الضخم اللي كان بيت انسيق بلدية سخنين وبالتعاون مع المركز الجماهيري وسمح للأمير أصبح وأعايد على الدكتور صفوت أبو ريا رئيس بلدية سخنين ساعة صباحك دكتور صباح الخير نرهان صباح الخير لجميع المشاهدين صباح الخير لقناة مساوية دكتور كدشها ان هيك بلدية سخنين بتسمح وبطاعة المساحة الكافية لكل سكانها ان يحتفلوا بمختلف أعيادهن وبمختلف مناسباتهن سمحيلي بالبداية اخ نرهان عيد على جميع أهلنا كل عام انتم بألف خير يعني سخنين اليوم طبعا ما فيش العيد لأنه كان توحيد الأعياد وهذا بيدل انه سخنين شعارها الوحدة وشعارها كيف افضلت سخنين للجميع وسخنين لكل أهلها فانت بالمقدمة حكيتي عن الكريسمس ماركيت وكان برنامج مميز اللي فيه احتضن سخنين من أهلنا من سخنين ومن خارج سخنين زاروا البلدنا الغالية يجوا يشوفوا هاي البلد قديش فيها طيبة قديش فيها أصالة قديش فيها محبة فميلاد المسيح هو رمز للمحبة والتآخي وسخنين هي احنا نعتز فيها كبلد رمز للمحبة والتآخي كيف كانت تحضيرات لجو الميلاد وكيف تم القرار انه يتوحد الميلاد في مدينة سخنين الصراحة قرار التوحيد الاعياد هو قرار بعود للكنائس ونحن نحترم للجميع يكون كل واحد يوخذ له الحيز والمساحة الكافية يقوم بتقوصه بأعياده يكون المعايادات في سخنين يعني انت بتتفاجأ بتقدريش تعرفي يما يكون في عيد للإخواننا المسيحيين أو لأهلنا من المسلمين دائما الكل بعيد بعضه المحبة بتسود بهالبلد دائما احنا سخنين منشوفها لما احنا قدش بتسألي قدش في عدد سكان في سخنين بتسألي كل مسيحي بقولك كل أهل سخنين هني مسلمين أو كل إنسان بإخوتنا النصارى بشوف كل أهلنا مسلمين ومسيحيين على السواء فيش ان احنا من إسلام مسلم ولا مسيحي سخنين هي بلد للجميع وشعارها المحبة موجودة وطبعا هذا احنا منعتز فيه كل اياتنا مكلمة أخيرا تتوجه فيها للمشاهدين ولكل المحتفلين اليوم احنا منقول كل عام وانت بألف خير احنا مندعوكم لبلدنا سخنين يتيجوا على هاي البلد الطيبي الأصيلي تشوفوا معالمها الرائعة تشوفوا أهلها الطياب وإحنا منرحب كل إنسان يجي على هالبلد لأنه بلدنا مفتوحة للمحبة والخير وكل عام انتوا بألف ألف خير شكرا لك دكتور كل عام انتوا بألف خير بالفعل مدينة سخنين مدينة جدا رائعة وفيش كلمات بتوصف عن جد الجو الرائع وجو الأعياد اللي فيها وإحنا كمان قداستها كثير ظاهرة وخصوصا أن احنا أمام كنيسة مريم العدرة اللي تم استغرق بناءها أكثر من عشر عوام لا تضم كل رعيتها ومن هون اسمح لأمير أعايد على الكل وأتوجه لكل مشاهدين وأكلهم كل عام وانتوا بألف خير عودي إلك شكرا جزيلا لزمير نورهان أبو ربيع وعلى نافذة البث المباشر من مدينة سخنين الجليل